كرمت بريطانيا نجوم رياضة وسينما وفن بإدراجهم في قائمة الألقاب الشرفية للعام الجديد والتي حصلت فيها المغنية والممثلة أليفيا نيتنجان على لقب سيدة بينما حصل المخرجان سام ميندز وستيف ماكوين ولعب الكريكت المخضرم السابق كلايف لايد على لقب فارس واشتهرت الأسترالية أليفيا نيتنجان البالغة من العمر 71 عاما وهي بريطانية المولد بأنها بطلة فيلم غريس الغنائي الشهير الذي عرض عام 1978 والذي أدت فيه مع جون ترافولتا أغنيتهم الشهيرة أنت من أريده أو You are the one I want والتي أصبحت من أكثر الأغنيات مبيعا على مستوى العالم أما المغني الشهير السير ألتنجان الذي حصل عام 1998 على لقب فارس فقد أصبح عضوا في المجموعة الحاصلة على وسام رفقاء الشرف تقديرا لإسهاماته في فن الموسيقى وأخرج ميندز فيلمي سباكتر وسكاي فول من سلسلة أفلام جيمس بوند بينما فاز مكوين عام 2014 بأسكر أفضل فيلم عن 12 عاما من العبودية أو 12 years a slave ومنحته وزارة الخارجية لقب فارس حدث وهي أولى درجة اللقب تقديرا لخدمته المميزة لبريطانيا دوليا وعبر البحار ويعود منح الألقاب الشرفية في العام الجديد إلى القرن التاسع عشر في عهد الملكة فيكتوريا ولا يهدف لتكريم الشخصيات المعروفة والشهيرة فحسب بل أيضا الشخصيات الموجودة في الحياة العامة والتي قدمت مساهمات لم تنى للإشادة والشهرة وقائمة الشرف نصف سنوية وتنشر في عيد الميلاد الرسمي للملكة في يونيو حزيران وفي نهاية كل عام